السلام عليكم أخواتي إن شاء الله يلقيكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله أجبت لكم البراج بطريقة رائعة بطريقة حصرية جدا راح تعجبكم بزف بزف لا تبسس بلا متعبير حكو بلا ما تديري يعني وتبدي تحكي فيه وتبسي فيه قدرت لكم طريقة معتمدة وإن شاء الله يعني خاصة الأصحاب المشاريع راح تعجبكم بزف بزف وازدنا لو واحد لإضافات نحي لكم من الحرقة المعدة وفي نفس الوقت حيجيكم أحمر كما راكم تشوفوا يجي هاي المشاء الله قبل ما نبدأ وصفتنا لنهار اليوم نقولكم أخواتي ما تنسى تضغطوا لي على زر اللايك ولي أول مرة تشوف قناتي نقولها مرحبا بك اشتركي في القناة وفعلي جرس تنبيهات بجتوصلي دائما بالجديد نصلوا على نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ونبدأوا بسم الله راح نكيلو أخواتي بهذا العلبة انتع المارغارين انت 1250 جرام تاع المارغارين راح ندير كيلة واحدة انتع سمن الزايب تقدروا تديروه مارغارين ذوبوها يعني نفس العلبة ذوبوها وديروها الحناية ونبعد نديروه نصف كيلة من الزايب يعني كيلة انتع سمن ثايب ونصف كيلة زيت ونبعد نروحوا المارتعنا يا لبنات المره اللي فاتكون درت لكم بالحليب مره هذي حبيت ندخل المارت كيلة تاع الماء يكون دافي ما يكونش بارد باش ميجي مدلكمش هذا كسمن وعندي نصف كيلة من الحليب وراح نديرو المكون الاساسي اللي قلت لكم سيمدلكم الاحمرار وفي نفس الوقت البراج ما يجيكم مضر في المعداوي يدلكم الحريق بزاف جيبوا بيكاربونات تكون غذائية يا لبنات لازم تكون غذائية دلوا نصف ملعقة صغيرة انتع بيكاربونات ما يعادل حوالي 5 قرآ وراح ندل كمية عيدة الملح انا درت حاولي زج ملاعق الصغار كما راكم تشوفوا يبقى الملح حسب الرغبة انا درته هنا في السوائل بشي ذوبلي ومبعد نديرو الكيلة تاعنا انتع السميد تاعنا ركز مليح مع السميد الهنايا عندي ثلاث كيلات انتع سميد متوسط يعني نصف الكيلة لكي يلتوا بها المارغارين احتكملوا بها كامل المكونات وعندي كيلة ونصف انتع سميد ارتب يعني البراج تاع نهار اليوم ما فيش خلاص لفرينة لولو يعني كامل سميد رايح نخلط مليح يا البنات ومبعد نجيب هذي كلا سمنتا عيلي ما خلط مع الحليب ومع الماء وكل شي اح نخلطو مليح كا بالفوي ولا تقدروا يديروه بالبراء حتى تحصلوا على خالط يشبه شوية هكا خاثر شوية كيل مايوناس شوفوا البنات ما بغيتش نقطع لكم اللقطة عفوا بش تشوفوا يعني بعينيكم كيفاش ولا شوفوا كيف هتخلط ولا مازيج واحد ومبعد نصبوه مباشرة على هذك الاسميد لنا ومبعد وش نديرو راح نخلطو ذوكاح يجيكم نخالي تجاري بزاف يبانكم شغول جاري بزاف ما تخافوش منو راح نخلطو هكا يعني بحيث انو يعني سميد هذك كامل يتشمخ بهذك سوائل ومبعد اللمو ونحطوه يرتاح وراح يجيكم يذوب الفم ذوابا ويجيكم احمر ويجيكم يهبل ما شاء الله ذوكال الهنا راح نغطيها البنات وروحو نخدمو الغرس تعنا بش تشوفوا المقادير مضبوطة على الغرس بش يجيكم عمر مليح كما شفتوا معايا في اول فيديو انا جبت الهنا الغرس جبت كيلو وحوالي 300 قرام انا الصاشيات هذو كل واحدة موزونة فيها كيلو يا البنات درت كيلو كامل كما راكم تشوفوا الغرس تعيره وطري يعني ما يحتاج ان يزيد نطريه بزاف شوفوا درت كيلو كامل وزدت من الثانية هذي حوالي يقولو 300 قرام هكاك هكا بش يكون عندكم مقادير مضبوطة انتع الغرس ثاني بش ديروه يعني يجيكم قد قد مع العجيد تاكم شوفوا الهنا را وطري مانيش راح نطريه راح نضيف له مباشرة الاشياء اللي راح نضيفها يعني ما زدت له للماء للمظهر لوالوي يعني زدت له مباشرة القرفة وقرنفن يعني شوية قرفة شوية قرنفن وزدت له ملعاقة كبيرة من المارغارين ولسمن كيما تحبو مشي ملعاقة كبيرة معمرة بزاف اكا يعني تكون ممسوحة راح نعجنو بهذا المكونات يا البنات نعجنو حتى يتبل بهذوك التوابل ومبعد نحلو على سطح العمل كيما ما الفين دوروا البراج عادي يا البنات هذيك المارغارين راح تخلي لغرستاكم يجيكم طري ما شاء الله ويجي هبن شوفوا البنات تحصلوا على عجينة نتاع الطمر تكون يعني بنفس القوامة العجينة الاخرى يعني لازم يكون طريقي ما هيكا راح نجيب انا يا كيس بلاستيكي قدرت له شوية عزيت باش ما يلسق ليش ونبدأ نحل في هذك الغرس انتاعي راح نحلو مربع كبير ولا مستطيل حاولوا تليسيو هي البنات وحاولوا تديروا هكا البلايس كامل كيف كيف باش ما تجيكم شجيها طالعة وشجيها هابطة ومبعد يجيكم في البراج جيكم جيها فاخصي بزاف وجيها محشية بزاف جيكم فارغة من الغرس حاولوا انكم ديروه كامل بنفس المستوى حنكمل هكا ومبعد نروح للحرشة تاعي وللعجينة تاعي شوفوا البنات تسويتوا مليح وارطبتوا مليح يعني ومبعد نروح نشوف العجينة تاعي راح نقسمها على ثنين ذوق تشوفوا العجينة تاعي كيفش راح تولي اخي كانت تاكم شوفوا معي كيفش كانت جارية بزاف شوفوا ذركها راح تعود يعني قد قد واذا اللي هنا يعني كيف فتتو على خطر كل سميت كيفاش اذا كيف فتتوها لهنا لقيتوها تفتت بزاف وما تتلمش زيدوا لها قطارات من الماء احنا بالنسبة للبراج ما نديرولوش خلاص المزهر نديرولو غير الماء ولا الحليب يعني هذا هو الفرق بينه وبين المقروض المقروض نديرولو المزهر والبراج ما نديرولوش المزهر البنات اللي هنا يقسمتها على ثنين وراح نبدأ يعني هنا انا بنتلي العجينة تاعي مليحة ممت بان لكم تفتت شوية وما بس حنباعت تلمت عادي هكا بش يجيني مباعد يذوب في الفم وما يجينيش زعمام عجن ويابس مباعد راحنا نحكم هذا النص انتال عجينة تاعي راح نديرو هكا يعني نحاول حتى هو نسطحه قد هذك الغرس اللي شفتو معايا راحنا يعني ما نطولش عليكم بزاف نحاول اني نسرع ونقطع شوية لقطات هكا بش ما نطولش عليكم بزاف شوف هكذا ها الحواشي كما يجيكم وهم شين فينيين ديرو لهم كما هكا بش يتفينه ودائما دائما حتى العجينة حاولوا انكم يعني تديروها بنفس المستوى يعني في جميع الجهات زدرت العجينة الثانية نفسها كيف كيف يعني نفس الشي حلتها وجبت هذك الغرس داعي حطته هكا في الوسط حاولوا تديروها مستطيل لبنات بش ما تخرج لكم ش بزاف لي شويت واذا قدرتوا تديروها معين راح يكون افضل هكا كديروها معين راح يكون معين شغول ما تخرج لكم ش بزاف لي شويت راحنا ندير فوقها هذي ودائما انك ما لابلكم تصرع لي اللقطة هذي عمري مصر عطلي المهم ونحاول هنا يعني نعدلها مليح مليح هكذا يتنات انا ذوك نحاول نعدلها مليح ونسطحها مليح ونبعد نرى رجعلكم بش تشوفوا يعني كيفاش راح نقسموا البراج داعنا اللي هنا راني عدلتها مليح راح نحلها نبدأ نحل فيها بالحلال حتى نوصل للرق ولا للسمك اللي حبيته انا يا راني قادة اليوم نهضر لكم بلاعقل ونشرح لكم بلاعقل لخطر بزاف كين تعليقات يقولوا لي اكي تزربي في الهذرة وكذا وحدة تقولي الفيديو طويل بزاف وانا ما مقدرش اصلا نوفق بين انو نديلكم فيديو اه قصير وفي نفس الوقت ما نزربش في الهذرة الشرح الشرح هو كل شيء هنا البنات حليتها اه بالبلاستيك غذائي عفوا نحتها هي اه كابش تجيني ملسا يعني ويجيوني يا لحبات كاملة كما راكم تشوفوا شفو كيف هي جي السطح تحتها املس ومبعد نجيب الطابعة تعي ونبدأ نقطع وطريق الطياب يلبناتها هي مهمة بزاف يعني يديروا على نار هادية وخليوا الطاجين تاعكم يسخن مليح ولا المقلة تسخن مليح واذا كان عندكم طاجين خفيف بزاف ديروا تحت طاجين انتع الطين ونبعد نفقوا هاداك الطاجين انتع شخشو خان نطيبوا عليها الرقاك هكا باش يعني يطيب لكم طياب مليح وما يجيكم ش هاداك البراج داعكم ميجيكم ش نيم الداخل ولا يجيكم محاروك يجيكم احمر اللون ويجيكم مليح هادا هي ايه النات انا قطعتهم بهذا اللي جاء هكا مشارشف هذا المول المشارشف مدرش سامبل اليوم ومبعد نروحوا مباشرة انطيبوا البراج داعناه هاداك تشوفوا البنات يعني احنا نعطي لكم على السريع برك يعني يكم تعرفوا كامل كيفاش نطيبوا البراج راح نطيبوا بهذا الطريقة كي يطيب على الوجه الاخر نزيت نقلبوا على الوجه الاخر وشوفوا البنات راح يجي معمر بالغرس ويجي يهبل ما شاء الله شوف جات العجينة ارقيقة والغرس راحو فاغسي بزاف وانا بالعاني المرة هذي زيت لكم في الغرس يعني المرة اللي فات درت نفس الكيلة درت فيها كيل وواحد انتع الغرس وهكا وزيت المرة هذي في الغرس هكا بش تشوفوا يعني كيفاش يجي كي تزيدي الغرس كيفاش يجي اللي بغاتو فاغسي بزاف زعمه وفي بزاف غرس يعني تدير بهذا الطريقة اللي بغاتو ناقصه متحبش الحلوة بزاف يعني تنقص يعني كين مدلك انا المقادير مضبوطة انتي نقصي وزيدي كي ما تحبي كيتشوفي كيفاش جاني لي يا نايا ومبعد انتي يا زيدي ونقصي كي ما حبيتي مهم بلاتو طيبتو شوية كي ما راكم تشوفو هكا برق ومبعد راني عاود تقلبتو باش يدي اللون هذك الجاميل وانتحصلوا على براج ما شاء الله راكم شفتو معايا في اللول كيفاش يعني اقسمتلكم حباب شفتوها كيفاش جددو في الفم هكا بلاتبساس بلا والو يعني بلا متعبيروك بزاف كانت هذي هي الوصفة التعنات عنها اليوم تمنى اخواتي انها تكون نالت اعجابكم اذا وصلتوا لهذا حد من المشاهدة نقولكم شكرا بزاف على مجاهداتكم خليوا لي اعجاباتكم وتعليقاتكم الجميلة لنحبها بزاف وتحفزني باش نزيدلكم جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا